مرحب بكم مرة أخرى في مدرسة المسيح هذه المدرسة تخص هو شخصياً هو المعلم الذي دعانا أن نكون له تلميذ هو الذي يعلمنا نفسه ويعلمنا كلمته والقصد من المدرسة دي أن نكون مثله أن نكون مثله المسيح عايزنا زيه عايز يعطينا ما له عايز يجبعنا مش بس بمعرفة الحق لكن أن نعيش الحق وأن نختبره في رحلتنا عبر المدرسة دي وصلنا لما نسميه مبادئ العلاقة مع ربنا تكلمنا عن الاختبار الحقيقي مع الله هو الموت والقيام تكلمنا عن القوة اللي بيمنحها الله لنا بالروح القدس لنعيش ولنشهد للحياة التي لنا في المسيح وبعدين من نتكلم دلوقتي المبادئ اللي بيها بنمارس هذه العلاقة الفصل الجاي حنتكلم عن الصلاة كممارسة عملية للمبادئ دية في العلاقة مع الله حط الكتاب تلات مبادئ كبيرة أساسية منشتات عريضة فاتكلم عن الإيمان كمطلق الشرط اللي بيه بمد إيدي لأنال النعمة اللي بيه بتعامل مع إله لا تراه عيناي لكن قلبي وروحي يستطيع أن يلتقي به وأن يستمتع به وتكلمنا وقلنا أن المحبة هي الشرط الأعظم ولا هي الوصية العظمى حد فاكر هي الوصية مش شرط الإيمان شرط حالة لكن الحب لغة الحب لغة لغة التواصل بيننا وبين ربنا ليه ليه الحب خد هذه المكانة ليه لما سألوا المسيح تلخص النموس في إيه قالتو حب ليه ده السؤال اللي عايزين نجاوب عليه الأول وبعد نفهم الكلمة دي لو فكناها يطلع منها إيه الحب كلمة دي لو حبينا نتعلمها كمبدأ للحياة حنشوفها من آني زوايا مختلفة خلينا الأول نروح لأصدقائنا ونسمحهم ونشوف هما فكروا في إيه لما تسألوا الأسئلة دي ودي بتساعدنا أننا نحضر إجابتنا ونشوف يا تارا أنا فاهم ولا أنا محتاج أفهم مكتوب الوصاية الأولى هي الحب إيه ساليل مش معنى الوصاية الأولى هي الحب لأنه الله هو محبة هي طبيعته محبة عشان أبتدي أعمل أي حاجة معي لازم أكونكت الأول معي بطبيعته فلازم يبقى عندي نفس الخامة اللي بتوصلني بي يبقى أنا وهو حاجة واحدة فأقدر بعد كده عمل أي حاجة تانية كلمة المحبة يعني بيتبين مدى ارتباطش بشخص الرب ياسوع يعني ما ينفعش أكون أنا بقول أنا بحب الرب وما ينفعش يكون بيني وبينه كلام المحبة يعني أسمى أحبة أسمى صوت اللي بحبه وفي نفس الوقت أحب أكلمه الخلاص بالحب ولا بالإيمان؟ الخلاص بالإيمان بمحبة الراب الخلاص بالتنين أنا معتك يعني أنا أنا نفسي خلاص أنا المفهود أعمل بالأول بعد كده أحبه أنا من رأيي أن في الأول نقامن ولما بنقامن بيجي الحب بقى بعد كده لأنه إحنا لو قامنا بالفداء وبالخلاص وعملوا على الصليب ده بيولد عندنا الحب من خلال العمل اللي هو عمله علشانا فنحبه في الأول حب أكيد أن الرب أحبنا وعشان كده وعشان أحب الإنسان قالك أنا هاجي وأموت بدل الإنسان حبي لربنا ده أمر من ربنا لينا ولا ده مجرد وصية هو مش أمر بس هو الزام في العهد الجديد ما ينفعش تبقى أمر هي ممكن نقول عليها حاجة مش عارف غير إني أعملها إني لما بعرفه بحبه لما بحبه بشوفه أكتر فعرفه أكتر والحب لا سعب طبعا الحب يجي أمر بس هو حبنا لله بيخلينا نقدر نعمل كل حاجة هو عايزها مننا يعني من خلال حبنا ليه فبنبقى عايزين نرضيه فبنعمل ده مش عشان هو قال فبنعمله كأمر لا بنعمله لأن احنا بنبقى حبين الله وعايزين نعمل ما شئته في حياتنا هي مش أمر وبرده يعني اللي بقول دي مش نصيحة لكن هي الوصية هنا معناها إيه؟ اللي أنا أعيش الكلام دوت حياة فلو أمر مش هتبقى حياة ولو ربي يسوع مش بيؤمر الإنسان لكن بيطلب منه أو بيوجهه أنت حسن حبك لربنا ده نتيجة الحاجات معنا في حياتك ولا ده اختيار إرادي قرار أنت أخذه الحب الربنا هو قرار الإختيار يعني أنا مختار اللي أنا عاود أحبه الحب الربنا نتيجة نتيجة العمل اللي عمله على الصليب ده كان أكتر عمل يعني هو حب أولاً فبناء على حب ولينا إحنا حبينه لأنه حب أولاً حب الربنا نتيجة لمحبته لي أحب أقول قوي محبتي بربنا لأنه أنا مقتنع بربنا وفي نفس الوقت مشاعر اللي جدين مع بعض ما ينفعش أفصل بينهم مكس المسيح أسئلتنا غريبة صح؟ يعني بنسأل أسئلة صح كده؟ غتت أي يعني حاجة يا أخي غريبة جداً يعني إنتوا أسئلتكم حلو إحنا أسئلتنا ماشا صح كده؟ يعني طيب ماشي ماشي هاخدها منك ليه بنسأل الأسئلة ديت؟ لأنه الأسئلة دي بساعدني إني أفهم أنا فاهم ولا لأ؟ صح؟ بتلاقوا ناس بتجاوب وبعدين تحسبها يعني إحنا نميل نجاوب وبعدين نفكر صح؟ لأني بقى وفاجأ إن السؤال مش معتاد أنا متعودتش أتسئل السؤال دي أنا متعودتش أفكر هتو عارفين إحنا متعودناش نفكر في اللي بنؤمن به؟ متعودناش نفهم اللي بنؤمن به؟ متعودناش نصدق بعقلنا وبقلبنا مع بعض اللي إحنا بنؤمن به وده جزء من اللي إحنا عايزين نعمله في مدرسة المسيح إني أفهم وأصدق وأحس إن الحاجات دي تمشي مع بعضها مش كل واحدة تبقى رايحة في سكة بعيدة عن التاني عندنا سؤالين مهمين قوي هنا حاولنا نسأله ليه ربنا حط الحب الوصية الأولى والعظمة؟ هي القانون القانون من تالي أنا جاوبته كتير قبل كده بس عايز أسمعك وتأكد إنك أنتو فاهمين كويس السؤال التاني هو ليه عايزني أحبه؟ محتاج حبي؟ محتاج أحبه؟ قاعد لوحده محدش بيحبه فعايزني أحبه عشان خاطر؟ هو ليه عايزني أحبه؟ مضبوط؟ طيب الأول، ليه حط الحب الوصية الأولى والعظمة؟ ليه أهم وصية؟ هي أن تحب رب إليك وتحب قريبك كنفسك ليه؟ أنا شايف المحبة دي بيئت جواي وبيئت جوا كل إخواتي إحنا مش هتبقى الدنيا كده خالص يعني مش هتبقى في الحروب وهيبقى فيه كل مش هتبقى فيه كل الخصام جميلة يعني الحب فالحياة هتبقى حلوة الحب جميل فهي حاجة تانية غيره تقدر تعمل كده؟ لا خالص هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده ليه؟ ليه الحب يخلي الحياة جميلة؟ ليه الحب مفيش حاجة تانية تقدر تبقى بديل عنه في العلاقات؟ لأن الحب أنا شايف أن أنا أحبك كده مش أحبك علشان حاجة مش أحبك علشان مصلحة لكن أنا أحبك علشان أعايز أحبك لأنك أنت، لأن أنا أعايز أحبك مش عشان أي حاجة ليه؟ لأن الصفة دي الوحيدة صفة الله، الله محبة فأنا شايف أنه أنا باخد الصفة صفة كبيرة قوي منه، فلما باجي أحب بعمل مجود، بتعب ليه ربنا اختار أن الحب يبقى أكبر صفة فيه؟ ليه لما درسنا شخصية الله قلنا، الله اختار أن الحب يبقى هو الصفة الرئيسية في الشخصية الأدبية، لو فاكرين الكلام الكبير دوت، اللي منها بتنبع كل الصفات التانية؟ عشان أنا وجهة ناظري أنه أنا لما بحب أنا ببز المجهود، وبكرر، ببقى واخده ده قرار من إرادتي حرة جدا، لأن أنا أتعمل قوي سأوي معني في بر أنا بعمل مجهود أكبر من الحب، وفي القداسة بعمل مجهود أكبر من الحب، وفي العدل بعمل مجهود أكبر من الحب، ولا لا؟ آآ أكيد ليه؟ ليه الحب سيدهم كلهم؟ عشان صفة هو عشان صفة الله ما هو اللي اختار، ليه اختار الحب يبقى هو الصفة الرئيسية عند ربنا لأنه أكيد من غير حب مش هنعرف نعيش مظبوط، من غير حب مش هنعرف، ليه؟ عشان أيوة، ليه؟ عشان أنا شايفة وجهة ناظري دي أحسن سمة دي أحسن، يعني أحسن من البقيين؟ لا مش أحسن من البقيين، يمكن دي بتديني الدفع أن أنا أتعامل مع البقيين، أعرف أعيشهم نعم، حسن، 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 أعرف نائي، أيوة؟ أعتقد لأنه الخروج برا نفسنا بقى بص لطرف آخر، فأنا عايزة طرف آخر، أعايزة أديره أحبه، والخروج من نفسي للآخر فباعرف أوصله، فهيدي السك، فأنا بدي وبعدين بيرجع لي تاني كمان، وده اللي ربنا بعمله معنا ليه؟ كمان أيوة لأنه أصلاً الحب معناه في مفهوم الله هو تضحية وعطاء فمعنى الحب أنه الله جاء وضحى عشانه وتصلب وأنه هو إدانا حياة أبادية فده معنى الحب فهو بيلخص كل حاجة بكلمة الحب الحب بيلخص كل حاجة جميلة أه بالضبط بيلخص كل حاجة جميلة أفتكر إحنا فاهمين الموقف الحب هو المطلق هو الكبير فعلاً الحب هو الكبير كل حاجة تانية بتطلع منه الحب هو العلاقة نفسها هو لغة العلاقة نفسها كل الحاجات التانية بتنبع من الحب وبتصب في الحب فالحب هو فعلاً الصفة الكبيرة هو فعلاً كده هو رأس القوانين كلها هو أصل القوانين كلها لأنه هو طبيعة العلاقة نفسها بين كائنين مش كده؟ لو أنا بحبك هرعيك لو أنا بحبك هسامحك لو أنا بحبك هستحملك لو أنا بحبك هخرج لك لو أنا بحبك هخدمك لو أنا بحبك هلتصق بيك مش كده؟ ما فيش حاجة كده تانية ما فيش حاجة كده تانية كل الحاجات الباقية صغيرة الحب هو الحاجة الوحيدة الكبيرة اللي بتشمل تحت جناحيها كل حاجة لو فاكرين لما تكلمنا في شخصية الله قلنا إن بره وعدله وقدسته مش كده ورحمته وحقه وحكمته كلها طالعة منين؟ من الحب فالحب هو الرأس بحقه حقيقة فالمسيح اللي بيقول كده مش لأنه مستلطة في الحب أكتر من البقيين لأن الحب هو كده الحب هو العلاقة عشان كده الحب هو القانون هو القانون طيب ربنا عايزني أحب ليه؟ ليه الوصية الأولى والوظمة؟ تحب رب العلاق وزي ما يقول هي أمر ولا هي وصية؟ ما الوصية أمر؟ في عادك لا العاد القديم كانت أمر لكن في العاد الجديد هي مش أمر هي وصية طب هي الوصية مش أمر؟ تحب رب إلهك ليه مش أمر؟ فعل أمر ده ولا فعل ماضي ولا فعل حاضر ولا فعل أمر؟ ليه؟ ليه بيأمرني إن أحبه؟ ليه عايزني أحبه؟ والحب ينفع كده؟ تروح لواحد قوله حباني حباني؟ 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 تبكروا 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 هذا المشكل؟ حباني؟ حباني؟ أظنني أنه لما أحب ربنا كما قالك رامي أنه سأخرج بره نفسي يعني أنا أحب ربنا كويس يعني أنا أخرج بره نفسي وأقول له رب أنت أريد من إيه؟ كويس فهو هيقول لي على مشيئته هيقول لي على الحاجات اللي هو عايز أنا أعملها فأنا شايف أن أحقق مشيئة ربنا في حياتي لو أنا حبيته كويس وهو مصلحته يعني هو يعني 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 هيستفاد إيه إنه مشيئته تحقق في حياتي ده شي يخصيني يعني ما هو خلقني على عشان كده؟ عشان هي حقق مشيئته؟ خلقني عشان مشيئته؟ لا مشيئة أيوة 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 يعني هو عايز لي أحسن لي كويس فهو الحب كل الباقي ده زائف لكن هو حبه الأصل هو الله ما حبه كويس فلما هحبه أنا حمتلي من الصح وحعرف أفيد بالصح لناس التانين أولا تاني أولا تاني قربنا أولا تاني أيوة رتبها كده أولا أيوة هحب الأصل كويس مش الصور اللي في العالم كويس حاخد من النبع ده كويس أوي كويس حقدر بي أنا أمتلي صح وقفيد على البقين اللي حوالي أخوتي صح قربنا؟ قربنا؟ في حد يمكن يقولها لنا بسيطة بقى من غير أيوة أولا الرب لما يطلب مني أن أنا أحبه هيبقى فيه تبادل حب بني وبينه تاني حاجة إن لما هحبه يعني هستقبل منه كل حاجة يعني هقبل وهو يقبلني يعني زي علاقة الأب بالابن كده مهما بابا عمل فيه أنا يعني أحبه مهما عمل عماية مش كويسة يعني لا أي حاجة أي حاجة أي حاجة حلوة ووحشة وربنا بيعمل كده لا مش هسد يعني هبقى بص عليه هو يعني مش هركز زي ما ما قال أخويه أوكي طيب لو رجعنا للاتفاقنا على الحب عبارة عن هو إيه؟ ولا علاقة؟ لو أنا بحبك كنتم بتشو بتحبني بقى فيه علاقة؟ لو أنا بحبك كنتم بتشو بتحبني بقى فيه علاقة؟ لو أنا بحبك كنتم حبيتني بقى بقى فيه إيه؟ بقى فيه علاقة؟ طيب لو بقى فيه علاقة بيني بربنا مين مستفيد؟ ربنا طبعاً هيستغلني هاخد فلوسي مين مستفيد؟ أنا؟ فهمت بسيطة إزاي؟ ربنا هايزني أحبه عشان من غير ما بحبه مفيش علاقة هو بيحبني بس أنا مش بحبه لما أنا بختارني أحبه وبقى فيه علاقة في العلاقة دية اللي طالع منه لي أكتر ولا اللي طالع مني لي أكتر؟ حلتي إيه حصر؟ مش كده؟ اللي باخده أضعاف من اللي بديه إذن هو بيقول لي تحبني هو بيوصيني لمصلحة مين؟ لخيري لمصلحتي لأنه بيحبني خلي بالكم عشان كده الرسمة اللي جاية دي فيه غاية الأهمية لو عايزين نفهم ما نسميه دائرة الحب الحب دايرة على بعضها تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك الثانية مثلها في قصة هنا المسيح ربنا حطها مع بعضها إذا فهمنا للمسيح قاله اللي خده من العادة القديم وهو صاغه الصياغة دي العبقرية الفزة هنشوف الرسمة اللي جاية ديت دائرة الحب الله ما يعمل ايه؟ بيحبني في محبة من الله نزل لي يا أنا كإنسان وعايزني أنا كمان أعمل ايه؟ أحبه فالدائرة اللي بيني وبين ربنا يحصل الله ايه؟ تتقفل لما الدائرة دي تتقفل ربنا هيقدر يسكب محبة في قلبي أحب بيها قريبي وأحب بيها أخويا إيه الفرق بين قريبي وبين أخويا حنقول حالا كده كويس؟ طبعا مفروض السهم الأخويا الأول أحب أخويا وأحب قريبي وأقدر أحب بيها كمان ايه؟ نفسي يبقى أنا عندي كام سهم هنا؟ كام سهم؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مظبوط؟ ربنا بيحبني أنا بحبه الدائرة دي تقفلت فبقدر أحب أخويا وبقدر أحب قريبي أخويا اللي زيه اللي بيؤمن بيه اللي بيحبني مش كده؟ وقريبي زي مثل السامير الصالح اللي أنا بحبه هو ايه؟ مش بيحبني اللي مش زيه اللي مش بيؤمن بيه اللي أنا بؤمن بيه اللي عايزي يموتني ده قريبي فالحب اللي بيني بي ربنا بيخليني أعرف أحب أخويا وده سهل وأعرف أحب قريبي وده مش سهل وأعرف أحب نفسي وده أصعب واحد فيهم وده أصعب واحد فيهم هي دايرة على بعضها شكده لما هندرسها مع بعض هناخدها وحدة وحدة هناخد سهم سهم فيهم لأني لما بفهم يعني ايه بيحبني بعرف أنا كمان يعني ايه بحبه ولما بعرف يعني ايه بحبه وبيحبني بعرف يعني ايه أحب أخويا وبعرف يعني ايه بحب قريبي وبعرف في الاخر يعني ايه أحب كمان نفسي وحنشوف هل حب النفس هو الأنانية ولا شتان الفرق بين اللي أحب نفسي وبين الأنانية نقيدين لا علاقة لهما ببعضها فهمين هنتكلم عن ايه في الرحلة بتاعتنا دي أنا بدعوكم مع بعض اننا نبحر في نهر وبحر عظيم اسمه المحبة وصية المحبة ناخد اول جزء منه الله بيحبني محبة الله لنا البعد الاول اللي بيحط المقييس والمعايير الحقيقية لمعنى الكلمة دي بيقول الكتاب بهذا قد عرفنا المحبة يعني احنا كنا فاهمينها غلط احنا كنا فاهمينها روميو جوليت قيس وليلة مش كده عبلة وعنطر يعني كنا فاهمين هو ده الحب واخد بقى قصيدة شعرية قلب ينبط كده فمش عارف ايه واعرق فهو ده الحب مش كده احنا كنا فاهمين حاجة عن الحب لغاية لما ربنا فاهمنا ايه الحب الله بين محبته بهذا عرفنا المحب حط مخياس جديد حط تعريف جديد للحب خلى اللي الناس عارفا عن الحب ولربنا بتكلموا عن الحب حاجتين لا علاقة لهما ببعضهم ايه اشكال المحبة دي ايه مضمون المحبة الالهية هكذا احب الله بالطريقة دي حب ربنا ربنا ورانا حاجة ورانا مقياس ورانا مضمون الناس ما تعرفوش حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية اول حاجة في المحبة الالهية بتخليها مميزة حبه لنا ان الحب ده نابع منه متدفق نحونا بيحبني لأنه مش لأني احنا بنحب اللي يستاهل الحب صح؟ بحبك لأنك لا هو بيحبني لأنه مش لأني دي جميل او بحبة طالعة منه مش رد فعل مش انت عملت حاجة خلتني احبك مش رد فعل مش ري اكشن لكنه اكشن تفاري كبير اول اتنين تفاري كبير اول اتنين انت عملت حاجة خلتني احبك لا 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 انا بختار احبك وبحبك لأني انا بختار اكون محب لأني انا محبة فانا بحبك فدي محبة نبعة منه نبعة ليا ريحة نحيتي نزلة من فوق علي كده استهلها ولا لا ما يفرقش عملت ايه عشان يحبني ولا حاجة الله بينا محبته لا نائز ونحن بعد خطاء حبني وانا حلو لا حبني وانا ايه وانا وحش بابا بيجي يقول لي ايه اسمع الكلام عشان احبك صح؟ صح؟ خليك حلو عشان احبك يبقى الحب ده مشروط الحب ده لازم استهله عشان اتحب لكن الله بينا محبته لنا اذ ونحن بعد خطاط خطاط حبني بجنون اعطى نفسه ضحى باغلى ما يمكن انه يضحى به فمش بيحبني لأني بيحبني لأنه وده ضمان كبير قوي اذا المحبة دي مش تتغير مش تتغير قبل ما بتضغير ما بتزيتش ما بتنقصش خالص واحد سأل سؤال واخدناه واحنا متكلم عن محبة ربنا اعمل ايه عشان ربنا يحبني اكتر ولا حاجة اعمل ايه عشان ربنا يحبني اقل اما ويتك عشرة ولا حتى دي خليه يحبني اقل تخيلوا ما فيش حاجة تخليه يحبني اكتر ما فيش حاجة تخليني يحبني اقل لأنه حبه ليه ده حب نبع منه ليه بغض النظر عني هو بيحبني انه هو معنا وبيحبني على قده بيحبني قد ايه على قده هو قد ايه هو قده ايه قد كده هو صح قد كده هو بيقول محبة ابادية احبابتك احبابتك بيحبني على قده انا بيحب على قده صح كلها بيحب على قده صح ويقول انا قلبي كبير بحب كبير صح كده وبحب كتير عشان اقلبي كبير هو بيحب على أندو هو بيحب على أندو فهي محبة نابعة منه متدفقة نحونا المحبة بيقول الكتاب هي من الله هو ينبوع الحب المحبة هي من الله يحن الأولى أربعة سبعة الله بينا زي ما كنت بقول من شوية رمي خمسة تمانية محبة لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا احنا بنراجع حاجات خدناها في شخصية الله في بداية الرحلة بتاعتنا يمكن من من تسعين حلقة فاتت إذن الله لا يحبنا لصلاحنا أو لصفاتنا الطيبة لكن يحبنا لأنه هو محبة وده يخليني لما أجي أقول أنا مفروض أحب لأن اخترت الحب يبقى هحب اللي يتحب أخويا وهحب كمان اللي إيه اللي ما بيحب نيز خلي بالكم اللي ما نسمع تحب عدوك إزاي أنا أحب عدوي ما أنا حبيتها كنت عدوي مش كم بس كنا أعداء هو صلاحنا تصبوط لأن ده الحب الحب الحقيقي ينبع منك لو حب اللي جواك رد فعل للعمل الآخر من أجلك ده مش حب ده إعجاب ده تقدير ده مش حب الحب الحقيقي ينبع من المحب نحو الآخر دي المحبة الإلهية الحب مش مجرد مشاعر المحب أنك تريد الخير عايز أفضل حاجة للي بتحبه تتمنى له أفضل حاجة عايزه أحسن حاجة في الدنيا ده الحب عايزه أفضل شخص عايزه أنجح إنسان عايزه أسعد إنسان في الدنيا بحب مراتي معناها عايز أسعد إنسانه مش محب مراتي معناها إسعديني أنا بحبك إبسطيني بحب ده لأن النية بحبها معناها بتمنى لها مش بتمنى منها بتمنى لها الحب تريد له الخير مش مجرد مشاعر مش مجرد عواطف إرادة أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ولتكون الحياة دي بوفرة أنا عايز لك أحسن حاجة في الدنيا أنا عايز لك أحسن حاجة في الدنيا ده ربنا محبة مش بس تريد محبة تصنع مش بتمنى لك بس يعني يعني مش عارف إيه واليد خصيرة يعني لا لا أنا أقدر فأنا بعمل أشكي بيقول الكتاب ما أجوده ما أجمله الجود يعني إيه الجود يعني سخاء يعطي بسخاء وإيه ولا يعير ومجيش يقول لك أنا ديتك أنا ديتك اللي بالك أنا بدي لك قال عمره عمره يعطي بسخاء ولا يعير لأن ده الحب يدي 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 وما يعيرنيش لأنه بيديني لأنه بيحبني مش بيديني عشان ياخد مني المحبة نابعة منه محبة تريد الخير محبة تعطي الخير محبة إيجابية مش بيستناني بتدار علي ودي قصة الضال الخروف الضال والدرهم المفقود ربنا بيدار علي ربنا بيدار علي وبيقرب لغاية بابي وبيخبط علي أنا واقف على الباب أقرأ واسيبه والطعه سنة واثنين وثلاثة ويستنى وكل شوية يعمل إيه يخبط مش كده مع أنه مش محتاج لي الشحات بيجي يخبط وربنا بيجي يخبط عشان معاه هدايا وانا هو معلش 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 رسلت يعني رجليه وغيرت ثيابي ومش قادرة قوم ياهني مش كده مش دي العروس قالت له كده قال لها رأسي انتلأ من الطل قصصي من ندى الليل بقالي وقت طويل افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي مكسلة بخلت فراشي بقى ونعسانة فوت علينا بكرة ده اللي بنعمله بالزبط معاه محبة إيجابية بتدور علي بتطرق أبواب حياتي محبة مش بس كده لا لا بتضحي مش بتعطي مش بتعطي اللي في جبها مش هطلع الساعة وديها لك لا 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 ده أنا بضحي بضحي بمين بيكو لا بضحي بنفسي ضحي بنفسي ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي هكذا أحب الله العالم حتى بذل بذل ده الحب الحب أحبك أنت مش لأنك لأني بحبك بحبك لأني بحبك وبأريد الخير وبأعطيك الخير وبأدور عليك وأدفع أي طبعا عشان أوصلك عشان أوصلك من أجلك لخيرك بأعطي أي شيء حتى ذاتي حتى ذاتي الجميل بقى في الحب الإلهي أنه مش عايز مني زي ما سألتك السؤال ده في الأول هو عايز نحبه ليه؟ هو عايز مننا هو؟ عايزني أحبه عايزني أعبوده وعايزني أراعيه وعايزني أهاب وعايزني عايز طال عايز حان تجيره مني عارفين بقيت الآية بتقول إيه؟ في التاسنية عشرة لخيرك لخيرك أنا مش محتاج ولا حاجة خالق خالق ده الخيرك ده الساعدتك لمن أجلك وأولادك وأبديتك ده ليك أنا عايز ليك أنا مش عايز منك ياه مفيش حاجة تانية في الدنيا كده مفيش حد تاني في الدنيا كده محد وده التميز الجميل في محبة الله المحبة المطلقة غير المشروطة غير المحدودة المحبة اللي فيها بتعطي كل شيء للآخر وهو بالنسبة لها أغلى من نفسه أنا عنده أغلى منه آه 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 الغريبة بقى أنه هو عندي مش أغلى مني يا خرابي يا خرابي حزبي الله إحنا حزبنا غلط إحنا مش عارفين روعة الحب الإلهي إحنا مش مقدرين حبني بوليس بيقول وأسلم نفسه لأجلي ترنيمة الجميلة مديون يا رب أنا مديون للحب ده مديون لحبك لي مديون لحبك لي ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبه لو فهمنا ده حيبقى سهل علينا أوي نروح لخطوة اثنين إني أحبه لأن الحب ده جميل أوي أوي دافي أوي يطمن أوي يشبع أوي يشفي أوي جرحي صح كده واحة كبيرة قدر أععد وأكل وأشرب وأشبع وأمتص وكل الجفاف واليبوسة اللي فيها تتحول إلى رطوبة وإلى حياة من جديد فأعرف أحب وأفهم وأدرك غنى وجمال لغة الحب واضح بقول إيه؟ واضح بقول إيه؟ عايزين نبقى متأكدين إن إحنا فهمين يعني إيه؟ ربنا بيحبني إذا أنت مش فاهمة إذا أنت مش فاهم يعني إيه؟ ربنا بيحبك وبيحبك تبقى مصيبة تبقى الدائرة أولها بايز يبقى النبع اللي أنت حتستقي منه مقفولة عندك عمر الطيار ده ما حيدور فيه حياتك مش كده عايزة أتأكد إن المعنى ده واصل ومفهوم قبل ما نتكلم عن محبتنا إحنا لربنا أسئلة إحنا قلنا في الأول خالص إنه المحبة لازم تكون بين الترفين يعني عشان أنا أقدر أقول إن أنا بحب الله يبقى لازم عشان أقول إن الله بيحبني لازم أنا أحبه لأ أنا ماولنيش كده نؤ lion什麼 أنا ممكن أحب كنتبت تحبنيش صح webinars بقاش في علاقة بقاش في علاقة لكن أنا لسّ بحبك عشان هيبقا في علاقة لازم أنت كمان إيه أحب لكن ممكن أبقى بحبك وانتبت تحبنيش مش كده ياما أولاة حب وبنات ومحبه همش صح وياما أولاة حب ولاد ومحبه همش صح صح كم للي السؤال ولا أنا بأوستولي كده السؤال لا اهو انا كنت عايزة اقول انه يعني كده المحبة فيه محبة موجودة انا كنت عايزة اسأل طب كده طالما ازاي طلب مني ان انا احب اعدائي او ازاي احب اخويا اللي ممكن انا كن بحبه هومس بحبني او لاكس ازاي ما هو بحبني وانا مكنش بحبه وحنقول ليه طلب مني الطلب ده احنا اتفقنا ليه طلب مني احبه صح اتفقنا على دي ما اتفقناش ليه طلب مني احب اخويا واحب عدو حنجلها صح لكن ينفع الحب يبقى من طرف واحد مظبوط لكن العلاقة ساعتها تبقى ايه تبقى مش موجودة عشان دائرة العلاقة ترتبط لازم الحب عشان كده عايزني احبه عشان يعرف يوصل لي حبه عشان الخط الكهرباء اللي بيني وبيني يدور في الطيار يطلع من عنده رحيتي لو هو بيحبيني الطيار طالع وانا اقفله من عندي اللما عندي هتنور المكان عندي هتشتغل هعيش عندي سؤالين السؤال الاول هو ليه انا دايما في حياتي بتضير في نقطة المحبة يعني ليه كل ما انا اقول يا رب طب نفسي احب اللي حولي نفسي على طول اللي مثلا مش قادر اضح عشانهم مش قادر اديهم مش قادر مش قادر احبوهم بجد زي ما ربنا ليه على طول اللي بليس هي النقطة دي هو يعني هو شاطر قوي ان يعرف يضربني فيها ليه حبك للاخرين اه ليه تفتكي من اللي قلناها ليه انت جو وحب الربنا برضو يعني ليه ليه حبي مضروب من اللي احنا قلناها ليه عشان انا عناني عشان انا عشان انا عشان انا ايه مش باخد من اللي انبوع مش باخد نفسه طلع الهوى وبعد نزلها في المية واسبها كويس تبقلل صح بقليل ايه البقليل دي الهوى بيطلع والمية بيحصل لها ايه بتخش وبعد ما تطفوش تبقى كده على تحت سطح المية لانها مبلولة قوي ها صح كده فلا تختص تغرأ وتختفي ولا تطفو زي الاول لو حطتها وهي فضية تطفو المليانة ها مظبوط الوقت بقت مليانة مية فتبقى كده ما بين السطح والعمق مظبوط طلعها بقى بتلاقي بتعمل ايه بتشر بتعمل ايه تشر بتعصرها بتعمل ايه تغرأ الدنيا ده انا وربنا حطني في المية بتاعت ربنا اتبل طلعني وحطني فوق الناس هنقط عليهم تعصرني في ظروف الحياة هدلدق عليهم لكن لو انا ناشف تعصرني هنزل ايه هوى صح لان ما فيش مش فاهم يعني ايه يعني ايه انزل في حب ربنا يعني اعمل ايه يعني اقف قدام المحبة دي واخد اشوفها واستقبلها واشبع بيها مش كده مش كده ده معناه احنا ما بنعملش كده احنا مش مصدقين وبيحبنا كده احنا بنسمحها وبعد ما نقول يعني هي حلوة صح يعني هي حلوة بس مش معقول صح يمكن بيحب القديسين كده بس مش انا صح انت مصدق بيحبك انت كده مصدق بيحبك انت كده لو مصدق بيحب ان ايه كده هاخد الحب ده هاخده هارمي نفسي في احضانه لو عملت كده هتبل وحيبق عندي قدرة اني احب لو ما عملتش كده هجيب الحب منين المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب فلم يعرف الله لان الله محبة عشان كده ابتدينا دايرة الحب هو بيحبني عشان نقدر نطلع بيها لفوق بعدين وبعد ننزل بيها شمال ويمين السؤال التاني احنا حديقتك قلت اني ربنا ما حبيته سبتة ربنا ما حبيته سبتة ولا بتزيد ولا بتنقص طب في حاجة انا عايز افهمها عايز اعرفها طب لما انا بعمل حاجة غلط ربنا بيبصلي ازا او ربنا يا ربنا يعني ايه لي بيحصل لربنا لما انا عمل حاجة غلط لما انا عمل حاجة ازاعله كويس كتاب بيقول ايه ولا بيفرم معاه صح ولا بيزعل ما هو اكيد ما هو لو زعل مني بما حبيته هتقل كويس قوي بس بيزعل ولا لا بيزعل كويس بيزعل مني بحبه حيقل مال بيزعل ايه بيزعل عليا صح شطار يا ولاب حافظين بقينا هايلين صح بيزعل عليا مش بيزعل مني ايه بناخد مثال كويس ابني راح وبعنشاه في الفيشة وهو صابعة صغيرة قرر ينور راح حطت ايده في الفيشة كويس راح اتقرب صحيح جدل ازعل منه وانزل فيه ضرب ولا ازعل عليا واخده المستشفى وعمل اي حاجة عشان انقص حياته مش كده وانا بأزي نفسي لانه بيحبني بيزعل عليا مش مني لانه بيحبني لما بعمل الغلط مش بحبه بيقل حزنه بيزيد حزنه عليا بيزيد وبيبقى عايز يعمل اي حاجة عشان ينقذني احنا فاهمين غلط احنا بنجري منه لما بنعمل الغلط لما ابني بنجري مني لاني خايف اضربه لاني انا مرات كتيرة ببقى قب مش كويس بروح اضربه بدل ما اعمل ايه بدل ما اخده في حضني لو تعودت اخده في حضني مهما غلط هيجري عليا بدل ما اجري مني وده اللي ربنا عايزنا نفهمه بحبك حتى لما تغلط ما تجريش مني اجري علي اجري علي احبائي اشكركم عشان متابعتكم لينا الحلقة دي هنكمل مع بعض رحلة معرفة المحبة لغة العلاقة جوهر وطبيعة الشركة اجمل ما يمكن ان يكون في الوجود الى ان نلتقي في حلقة جديدة الرب معكم ويبارككم امين مجرس تسلسلسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل